اليوم أنا ونرجس نلتقي الناقد الفني والصحفي الفني الشهير عبد الرحمن الناصر يا مرحبا ويهلا والله فيك يهلا وسهلا سعيد معكم اليوم ونلتقي أيضا في حفلة بهية تمتزج ما بين الصوت الشرق والغرب عظيم جدا نرجس أكيد رؤيتك الفنية المختلفة في الحفلات الغنائية اللي تصير الحفلات الفنية يعني اليوم ما شاء الله صوتين نسائيا يعني ما شاء الله أثبتوا وما ما أثبتت نفسها ما شاء الله في وقت قصير ولكن أم حنين يعني ما شاء الله تبارك الله عندها خبرة طويلة ولكن اليوم لما نشوف في الحفلات الموسيقية مثلا أم حنين معها شخصية ثانية فنان معها شخصية ثانية في الفن وش يعني؟ وفي الوقت الحالي الآن تتساوى تتساوى الخبرة الأربعين سنة مع العشر سنوات لا تعد هناك خبرة اليوم العمل الفني هو الذي يقدم الفنان الأغنية اليوم في مجال الأغنية وليس مجال لسمعة الفنان لكن يبقى بعض الفنانين يمتلكون هذه القيمة الخبرة العطاء السمعة المكانة العمق أيضا التاريخي زي ما إحنا سامعين ومحنين صحيح صحيح اليوم إحنا استحدثنا هالفقرة القصيرة في برنامجنا نقدر نقول تحليل فني نقدر نقول رؤية فنية اليوم سر اختيار أو الخلطة إذا ما صحت تعبير الناس نجل سألت اليوم عن اختيار الفنانين أو الثنائيات التي تصير في الحفلات صحيح كيف اليوم تحلل إقبال الناس على اختيارات حيئة الترفيه ووسم الرياض في مثل هذه الثنائيات اليوم وكأنهم عارفين ذوق الجمهور طبعا هذا مكلامي من كلام الناس صحيح لكن يوم الرؤية فنية كيف يمكن أن تخين ذلك بالأصل همي مطالب حققت انتشار وسمعة وعطاء وتقدم عمل فني راهع جدا صحيح إضافة إلى الامتداد اللي تقدمه أم حنين من أربعين سنة الفكرة أنه هيئة الترفيه تدعم هذه الحفلات تنظمها أيضا روتانا وأيضا شركات أخرى الحفلة هذه تنظمتها روتانا بفكرة مختلفة مسج الصوت الشرق بصوت الغرب مسج الخليج بالمغرب العربي اليوم وحتى صوت المغرب العربي أصبح يغني الأعمال السعودي اليوم المملكة تحتل مكانة كبيرة جدا على مستوى الوطن العربي تحتل هذه المكانة نعم كانوا يقدمون الأعمال السعودي لكن اليوم في ظل هذا الانفتاح وهذه السيطرة على المجال الفني إحنا نشوف المغنين المسرحيين السينمائيين حتى السينمائيين العالمين أصبحوا يأتون إلينا ويقدمون أيضا أفلامهم في العلوة وفي مشاهد أخرى الفكرة في اختيار نوال وأميمة هي فكرة خلاقة صحيح ونعتبر أنه وضعوا صوتين مختلفين وضعوا فكرتين مختلفتين أمام الجمهور هذا الحضور المهيب المتواجد اليوم هذه الفكرة كيف تقدم هذه الأعمال وأيضا نوال كيف تقدم هذه الأعمال أيضا لأميمة جمهور ولنوال جمهور عريض وأنا متوقع أنه المستفيد الأكبر هو الجمهور الذي حضر هذه المناسبة خلف وأستاذ عبد الرحمن اليوم لما نتكلم عن أميمة طالب نتذكرها باللهجة السعودية وأيضا بعد الشعراء والمختصين بالعلم الفني يجذبهم صوت أميمة صحيح هي أميمة هي امتداد للأصوات المغاربية البعيدة المدى اللي كانوا يشاركون أيضا سميرة سعيد وذكرة كثير من الحنانات التي شاركوا النغم السعودي اليوم أميمة هي بنت سعودية أصالة أيضا تغني السعودي لكن لما تسأليني لماذا أميمة تجيد اللهجة السعودية أنا أبو جزلك أنه من الجمال في الأصوات المغاربة أنها تجيد غناء اللهجة السعودية أو لهجة السعودية بدليل نجاح ساميرة توفيق نجاح أميمة طالب نجاح حتى وردة الجزائرية لما غنت مقدير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة